أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن عدد مسلحي تنظيم داعش المتبقين في مدينة الموصل لا يتجاوز ألف مقاتل في المرحلة الراهنة من العمليات العسكرية لتحريرها جاء هذا الإعلان على لسان المتحدث باسم عملية العزم الصلب التي تشنها قوات التحالف الدولي لمحاربة داعش في سوريا والعراق بقيادة الولايات المتحدة الكولونيل رايان ديلون الذي أعلن أن المساحة التي ما تزال تحت احتلال داعش في غرب الموصل لا تتجاوز عشرة كيلومترات مربعة